بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين أيها المشاهد الكريم الله عز وجل دعانا إلى التأمل والتفكر في أحوال الأمم السابقة ومن جميل آيات القرآن الكريم التي دعتنا إلى التفكر في أحوال الأمم السابقة آية جامعة من آيات الله عز وجل في بدايات سورة الأنعام تحكي لنا هذه الآية كلاما وقصصا عن أحوال أمم سابقة ويدعون الله عز وجل في سياق هذه القصة وفي سياق الكلام على هذه الأمم إلى التفكر والتدبر والعظى والتأمل يقول الله عز وجل عن هذه الأمة ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ألم ينظروا ألم يروا بأعينهم ألم يسمعوا بآذانهم أحوال أمم سابقة مكناهم أي مكنا هذه الأمم في الأرض أعطيناهم صحة في الجسد أعطيناهم سعة في الرزق ومكنا لهم كل سبل العيش الكريم ورغد الحياة مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أنتم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم الله مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا جعلنا الأمطار تنزل عليهم فتسقي الإنسان والزرع والبهائم وجعلنا الأنهار ثالث هذه النعم وثالث هذه الخصال الحميدة على هؤلاء القوم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم هذا التمكين في الأرض وهذا الرزق الذي ينزل من السماء وهذه الأنهار التي تجري من تحتهم كل ذلك يتضافر ليبين لك الله عز وجل أيها المشاهد الكريم والقرآن يخاطبني أنا وأنت فالله عز وجل يقول لي ولك تأمل في أحوال هذه الأمة التي مكن الله عز وجل لها كل سبل العيش الآمن ورغد الحياة ولكن مع ذلك الله عز وجل يكمل بعد هذه الثلاث خصال الحميدة فأهلكناهم ويبين الله عز وجل سبب الهلاك وسبب تبديل هذه النعم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وعدم شكرهم لهذه النعم ولذلك أيها المشاهد الكريم إن من الأشياء التي توجب نقم الله عز وجل وتوجب غضب الله عز وجل حتى مع المؤمن حتى مع الإنسان المستقيم ذنوب الخلوات ذنوب الخلوات تتراءى فيما بينك وبين الناس في صلواتك وجلواتك وما ينظر إليك الناس أنك إنسانا صالحا لا تترك فرضا في المسجد ولا تترك يوما من أيام الله عز وجل التي فيها فضائل صيام إلا وتصوم ومعاملتك بينك وبين الناس في ظاهر الأمر أنك إنسانا مستقيما ولكن عندما تختلي بنفسك ترتكب الذنوب والمعاصي والآثام وسيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الجامع إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه بسبب هذا الذنب الذي ترتكبه والذي تقترفه الله عز وجل يسلبك بعض البركة ويسلبك بعض الرزق ولذلك خرج صلى الله عليه وسلم على المهاجرين وقال خمس خصال يا معشر المهاجرين أعوذ بالله أن تدركوهن وعد منها صلى الله عليه وسلم ما ظهرت الفحشاء في قوم حتى أعلنوا بها إلا صلى الله عليهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الأخ الكريم الأخت الكريمة أنا وأنت مطالبون أن نقف لله عز وجل وقف صادقة وننظر فيما قدمنا وننظر فيما أسلفنا فإن كان خيرا فنحمد الله عز وجل وإن كان غير ذلك فتدبر معي قول الله عز وجل الذي يفتح لنا طاقة الأنوار وسلاسل الإيمان في كل من اقترف ذنبا أو إثما ويقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيانا اللهم آمين ألقاكم في إطلالة جديدة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته